اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء وايضا دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية واليونان وأبرس في هذا الإطار الرئيس وجه بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتوربينات الرياح والألواح الشمسية لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقة اللي بتعتمد عليها عملية التنمية في الدولة بالتكامل مع التحديث الشامل اللي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر سواء منطقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة